يمان شواف يعني يمان يعني ألمانيا بتعزز الرقابة على القادمين من فرنسا المسافرين وأيضا ما هي تصريحات وزير الصحة الألمانية نعم وزير الصحة قبل قليل أنها مؤتمر صحفي كان معه رئيس معهد روبرت كوخ كانت تركيز بشكل رئيسي على الأعداد التي ارتفعت بشكل كبير في ألمانيا وزير الصحة قال أن هذه الأعداد وهذه الارتفاع الكبير في الأعداد والنسخ المتحورة تزيد من الضغط على المستشفيات وعلى الكوادر الطبية لذلك يجب توخي الحذر وناشد السكان والمواطنين بضرورة الابتعاد عن التواصل المباشر مع الآخرين وعدم استخدام وسائل النقل العامة إلا للضرورة وكذلك رئيس معهد روبرت كوخ والذي قال أن أعداد الإصابات حتى خلال أسبوع تجاوزت اقتربت كثيرا من المئة وعشرين حالة لكل مئة ألف نسمة وقال أن هذا الارتفاع السريع مقارنة مع قبل أسبوعين تقريبا كانت نسبة هذه العدوى كانت سبعين حالة لكل مئة ألف نسمة هذا الارتفاع السريع يقلق كثيرا السلطات الألمانية لذلك تتعامل السلطات بحذر شديد مع هذا الارتفاع وقال وزير الصحة أن هذه الموجة الثالثة ربما ستكون هي الأخيرة ولكن كان هناك تحذيرات من أنها قد تكون أشد وطأة من الموجة الأولى والموجة الثانية لذلك حذر وناشد الناس بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وعدم التواصل إلا للضرورة القصوى قال هذا ربما هو الحل أو السلاح الذي تملكه حاليا برلين لمواجهة هذا الارتفاع إضافة إلى عملية التلقيح التي تسير ببطء شديد وزير الصحة قال أن أكثر من 10% من السكان قد حصلوا على التلقيح وفق البيانات الجديدة المحدثة حتى اليوم